موسيقى السلام عليكم حبيباتي كديرين لبس عليكم بخير كانت منا سكنوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله فانا اليوم جيت نشارك معاكم الكيك او الجنواز في الالة ديال البانيني يعني طريقة سهلة كنت صغنة ولا على الفران او لا على المقلة وكتسهل علينا المؤمورية كما كتشوفو هنا فانا كندهن لالة البانيني بالزبدة بعدما سخنتها واحد شوية كنت سخنها شوية عاد كندهنها من الفوق ومن التحت وانا سبقه حضرت يعني الكيك كما كتشوفو فانا هنا غادي نفرغوا يعني هنرا سخنت الالة على البانيني وغن نكب فيها الخالد ديال الجنواز او الخالد ديال الكيك فهو انا غنخلي لكم المقدر في صندوق الوصف انا هدا هو الجنواز اللي كان معتمد عندي يعني اغلبية الوقت هو اللي كندير ديجا انا ديرا فيديو اخر فلاشين في ها الكيك او الجنواز انا غنخليه لكم في صندوق الوصف كما كتشوفو هنا فانا سرحت هكا شوية وزدت الخالد حتى تعمر ما تخافوش منها حتى تعمر هكا مجناب وغادي نسد عليها ضغية ضغية كالطيب قاو معايا تتشوفو اني لشكل نهائي وهنا من بعد ما خليت الجنواز اللي طيب غادي ناخد لك خين فخاش كما كتشوفو ارخاص ما يكون غادي نديرو في الطراب الكهربائي حتى تطلع غادي نخليها هنا يتطرب ونرجع مش نشوف جنواز زالي فين وصل غا ما كياخدش الوقت بزاف يعني هنا انا اخدمني ستا ديالتقايق هنخلي يزيد شوية غادي يتحمر من الجنب وغا نحيدو هنا طلعات عندي لك خين فخاش فانا غا نضيف على غير هاد المنسم كما كتشوفو اللي بغا اختياري اللي ما بغاش بشي مشكل كما كتشوفو هنا صافي يعني يعرفت بانا هارا طلعات غادي نحيدها وغادي ندوز لشي حاجة غنزين بها يعني انا هنا اختارت الشوكولاتة السوداء فانا هنا اهنا اه اه دوبتها في حمام مياه اوزت علي وحد المعي القديل زيت المائدة يعني زيت العادي تطياب كما كتشوفو فانا سرحت الفيلم وكما كتشوفو هكا كم قا نسرح فالشوكولاتة تهي ونخليها تتبرد هذا هو جنواز كما تشاهدون جد تحمر من فوقه من تحت تصدقوني الجنواز او الكيك يجيزوين المهم هنا انا اخديت عاصر اي نوع ديال العاصر او حليب تسقيوا به الكيك او جنواز يعني انا هنا كنديلكم ابسط طريقة واسهل طريقة بمعنى انا حضرنا الجنواز سريع فكل شي خصو يكون سريع و تحضر ضغية ضغية فانا هنا كما تشاهدون بالعاصر ديال الليمون هاد عاصر يعني المعلب من بعد غدي ناخد لكخام اللي طلت لكخام فخاش او قجدة طرية اللي طلت كما تشاهد انا غدي نوضعها على الوجه ديال جنواز بعد ما سقيته يعني كندوروه على الجوانب كاملين في الطريقة السهلة سهلة 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 جدا يعني انا اعطيتكم ابسط حاجة ابسط طريقة باش الانسان ما يحرمش راسو هكا من حليوة ديال الدار وزوينا مضاق ديالها الروعة ما نقول لكم كتجي صرحة كتجي زوينا انا هنا وضعت الطبقة الثانية ديال الجنواز وكما كتشوفون فتاهية غدي نسقيها مزيان نسقيها مزيان 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 باش جي كتدوب في الفم وغادي نكمل بالكريمة نوضع الكريمة فوق من طبقة الثانية فهد شي يعني غير اللبنات يعني اللي مبسادئات او اللي ما كيعرفوش الطريقة فهو ما اللي كنشرح لهم اما الناس اللي مولفين رغا تبعن لهم بطريقة يعني عادية يعني معروفة فهنا انا كملت يعني دكشي بشكل عشوائي بسرعة 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 وهنا هاي الشوكولات ضغية مع اصلا دابل جوبير ضغية نشفات يعني ضغية كرمات صاحة فكن نحيدها كمل بلاستيك وكن قطعها تحت هي كان قطعها بشكل عشوائي يعني باش نزين بها الحلوة ديالي كيما بغيت كل واحد عنده اختيار يزين كيما بغى فانا غير كما كان قوله بحلي غير اعطيتكم الفكرة وكل واحد عنده اختيار يبدع كيما بغى في الحلوة دياله كيما تشوفون كيما تشوفون كيما تقطعوا ماشي مشكل تحضر في الحلوة وكنبقى هكا كيما ندردروا على نوزعوا على الوجه ديالك يكامل الفوق يعني هادا شكل يعني كله اختيار شكل اللي بغى يعني هادشي اللي اختاريت كيما كتشوفوا اللي عجبكم ديروه لكم كامل الحرية وهانتم كيما كتشوفوا دكالطريفات اللي قتعت ديال الشوكولات فانا كنحطون في الجناب ديال الحلوة كما بغيتوا تديروا ليهم شي مشكل ما كتشوفو انا غاديا كنكمل تحضير ديال يعني هكا سبونطان يعني غاي كنحط في مكان كن نوزة هاد شوكولة يمكن لك اترك شكولة الهود سالمبطان قطاع الفصل شوكولاتة كما يمكن collection الشوكولاتة البيضاء كما يمكن تقوم بقرب particip KI هكو القصيد يعني ضيق عغل ال students پ bod AS помDE افضل طريقة هي تأخذ اللي PEC كيك اقتصادي يعني ما يأخذ منكم يعني مقادر كثيرة وها هو الشكل النهائي كما كتشوفها هو الشكل النهائي بيجت صوباج يعني انا كيعجبني هاد الاشكال دي الحلوية اللي كيكونوا بالشوكولة ايوانا احنا كنقطعها باش تشوفها من الداخل كي يجات من بعد ما كتكملوها يعني قبل ما تزينوها دخلوها المجميد من الاحسن تبقوا 1-3 ساعتين فانا كنفضل انها تبات في المجميد باش من اللي كنخرجوها الكيكة هو كي يشرب كي يشرب هذا كثيرو اللي درنا فيه وكترتاب الجنواز كتجيها الى كتدوب في الفم كما كتشوفها انا قطعت طريف باش نوره اليكم وانا عود مازال نرضها لالتلاجة باش تزيد مازال ترتاح لنا الحلوة كتجي احسن باش مرتحت في التلاجة كتجي احسن في المعضاق وكنتمنى تنال اعجاب ديالكم واجربوها ان شاء الله انتوما كما كتشوفو انا محمد حاتم حتى هو القطعة دي هلو كما كتشوفو الاطفال انفو كيشوفو الحلوة ما خاصهم ياكلوها في الحين ها القطعة التانية حتى هي كيجات الصراحة 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 كتجي الروعة والاهم من هادشي كله وانها بسيطة بسيطة وضغية كتتحضر هنا احنا كنا ناكلوها كما كتشوفو اه كنتمنى ان اعطنا الاعجابكم وخليكم الى وصفة قادمة ان شاء الله